ألف مبروك للتنجو الأرجنتين للوصول لنهاء كأس العالم انتصار مستحق نتيجة وأداء وقلنا سابقا إذا كان ميسي في يومه فلا خوف على الأرجنتين وهذا ما حدث النهاء التاني لميسي في المنديال يصر على تحقيق الحلم الغالي وبإذن الله يتحقق الحلم هرض لك الخروج كرواتيا ما قدمت شيء أبدا وخسارة مستحقة نصف النهاء يعتبر إنجاز لهذا الفريق الأرجنتين استحقوا الفوز والتأهل والنجومية الكبرى لميسي اللي مقدم بطولة كبيرة وميسي ألفارس جاكودان الأرجنتين للتأهل إلى نهاية كأس العالم كطر عشرين واثنين وعشرين بعد دحقيق الفوز ضد كرواتيا بنتيجة تلاتة صف سجلها ميسي في الدئة أربعة وثلاثين وألفارس في الدئة تمانية وتلاتين وتسعة وستين للتاريخ منتخب الأرجنتين يتأهل لنهاية كأس العالم يوم الأحد القادم الساعة السادسة مساء لا يوجد منتخب كسرشوكة الأرجنتين في كأس العالم إلا السعودية شوط أول نجمه بدون مناسبة الفارس تحرك في كل مكان قتل بروح كبيرة وإصرار سنع بلانتي الهدف الأول وسجل الهدف الثاني وسجل الهدف الثالث بمجهود فرد معلق المبارلة معتحق كمان شوط أول عظم من ميسي كلما استلموا الكرة لا يستطيع أحد أن ينزعها منه بسهولة زلاتك وضع عليها خبسوا لسية تقريبة لكن الكرة بقت فأرجل من تحب أول مرة شوف ميسي كده متحمس وبلعب برغبة وحماس لدرجة أنه يرجع يدافع سدقون البطولة مش هتروح من ميسي والأول مرة في تاريخه ميسي يسجل خمس أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم ضد السعودية هدف وضد المكسيك هدف وأسست وضد أستراليا هدف وضد هولندا هدف وأسست وضد كرواتيا هدف وأسست أصبح أكثر من سجل في كأس العالم وأصبح من حقق رجل المباراة في المنديال أصبح من سهم في كأس العالم قاد المنتخب على الأكتاف بأداء إنهاء كأس العالم مونديال قطر مونديال ليونيل ميسي ماذا يفعل هذا المجنون الكبير الأسطورة في عمر الخمسة وتلاتين الأرجنتين منتخب عادي ومشي بالبركة ولكن ميسي رفعهم وغالهم منتخب ممتاز لو ميسي يساوي الأرجنتين الحقيقة لازم تقال ميسي لا يكفي هدف كأس العالم بيريد اللقب في حينها سيكون أفضل لعب على مر التاريخ إذا فاز منتخب الأرجنتين بكأس العالم فسوف يكون منتخب السعودية هو المنتخب الوحيد الله ينكد على كورواتا كان المفروض بنتفرج على قمة البرازيل والأرجنتين بس ده رزق الأرجنتين